موسيقى النهاردة بنتكلم عن ثروة بنهتم بيها وليها تأثير كبير جدا على السوق المحلي وعلى صحة المواطن المصري الحقيقة لما بتكلم عن الثروة السماكية بقول ان لها اهمية كبيرة جدا لدى المواطن المصري ولدى الدولة المصرية لدى المواطن لان احنا يعني شعب بيعرف بشكل كبير اهمية الاسماك وقيمتها الغذائية وبيعتمد عليها كمصدر غذائي مهم جدا لدى الدولة المصرية اصبح هناك العديد من المشروعات القومية الخاصة بتنمية الثروة السماكية لما لها من تأثير على الاتصاد المصري وعلى الصادرات المصرية في هذا القطاع ومن اجل هذا كان الاهتمام ايضا بتوفير كوادر بشرية مؤهلة بشكل كبير جدا لتنمية هذه الثروة السماكية ودى من خلال تواجد كلية للثروة السماكية بجامعتين السويس والعريش ماذا عن الجديد في تنمية الثروة السماكية وازاي ان احنا بنقدر نستثمر هذه الثروة بشكل كبير وتأثيرها على السوق المحلي وعلى التصدير في الخارج تساؤلات كثيرة جدا هنتعرف على الاجابات الخاصة بيها من ضفنا اللي هيشرفنا النهاردة هيكون معايا ومع حضراتكم دكتور اشرف يوسف الدكر العميدة المؤسس لكلية الثروة السماكية بجامعتين السويس والعريش لالقاء الضوء على كل هذه المحاور لكن قبل ما نبدأ حوارنا اتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير نعود بعده مباشرة لنبدأ الحوار تنفذ مصر خطة شاملة للتوسع في مشروعات الاستفراع السماكي وهو الامر الذي ساهم في زيادة انتاجها من الاسماك والذي يقترب من ثلاثة ملايين طن حيث تنفذ الدولة استراتيجية عمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف المعنية بصناعة الاسماك وذلك بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المنتجات وزيادة كيمتها بجانب وضع آليات تطوير سفن الصيد لمراعاة معايير الجودة وحفظ الاسماك سواء المنتج للاستهلاك المحلي او للتصدير حيث ان مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لزيادة معدلات التصدير وهو الامر الذي يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص للارتقاء بهذه الصناعة الهامة وذلك لتعظيم الاستفادة من الثروة السماكية المتاحة خاصة في ظل وجود 11 محيرة كبيرة في مصر فضلا عن البحرين المتوسط والأحمر برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا زي ما قلنا في بداية كلامنا وشوفنا وتبعنا من خلال التقرير الثروة السماكية وما لها من أهمية كبيرة جدا على الاتصاد المصري وخاصة في ظل وجود العديد من المشروعات القومية الخاصة بتنمية الثروة السماكية خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي المشرفني ورحب بالأستاذ الدكتور أشرف يوسف الدكر أعميد مؤسس لكلية الثروة السماكية بجامعة تي السويس والعريش أهلا بحركة دكتور منوارنا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني لما بكلم عن الثروة السماكية طبعا كلنا بندرك بشكل كبير جدا أهمية هذه الثروة وتوجودها وتوفرها في السوق المحلي للمواطن المصري وفي قطاع التصدير ولكن في البداية اديني فكرة عن الثروة السماكية في مصر خاصة في ظل وجود البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر نهر النيل فياريت أعرف من حضرتك أهمية الثروة السماكية وكمان نطاقها في جمهورية مصر العربية بسم الله الرحمن الرحيم أنا أشكر حضرتك على هذه المقدمة الرائعة الحقيقة الثروة السماكية في جمهورية مصر العربية هي بتحتل مكانة كبيرة ومهمة في الاقتصاد المصري خاصة وإذا معلمنا أننا عندنا 13 مليون فدان مية موجودين في جمهورية مصر العربية يعني تعريبا ضعف الرقعة الزراعية وعندنا زي محاضرة تفضلت وقلت عندنا البحر الأبيض والبحر المتوسط وكمان نهر النيل والبحيرات مجموعة البحيرات فنرموعة كبيرة بتشكل التوتل بتاحها من الحجم المية حوالي 13 مليون فدان الحقيقة الثروة السماكية كانت من قبل كانت بتعاني بعض المشاكل إلا أنها في الفترة الأخيرة تعافت بشكل كبير جدا وأصبح لنا شخصية في الإنتاج شخصية مصرية وأصبح لنا تكنولوجيا بيسموها تكنولوجيا المصرية لإنتاج الأسماك وبدو درس في كثير من دول العالم وخاصة في استزراع أسماك البلطي لأن احنا بنحتل المركز الثالث على مستوى العالم في استزراع البلطي وبنحتل المركز الأول في استزراع الجوري ومصر عمّة رقم 6 على مستوى العالم في الإنتاج السماكي كاكور فإحنا بننتج حوالي دلوقتي حوالي مليون ومتين ألف طن سمك ده كان لو رجعنا كده لعشر سنين وراء هنلاقي كنا بننتج في عدود خمسمائة ألف أو ستمائة ألف طن مفيش نسبة مفيش نسبة ولو نجعنا كمان إلى خمستاشر سنة ولا حاجة نلاقي إن الإنتاج كان حوالي ربعمائة ألف طن 85% منهم جاي من المصايد الطبيعية اللي هي البحرين وقناة السويس ونهر النيل والبحيرات 85% من الربعمائة ألف طن لكن الحقيقة النهاردة على أرض الواقع الإنتاج بتاعنا وصل إلى حوالي مليون ومتين ألف طن 85% جاي من المزارع السماكية هذا المشروع القومي اللي تبنته الدولة المصرية وإحنا شوفنا سيد رئيس الفتاح السيسي هو بيفتتح مشروعات الثروة السماكية لما لها من تأثير مباشر على النواحي الإقتصادية يريد أعرف من حضرتك أهم هذه المشروعات وتأثيرها كمان ليس فقط على الثروة السماكية لكن هي كمان إدت فرص عمل إدت تطوير للصياد وطرق الصيد يعني أعرف من حضرتك برضو رأيك في هذه المشروعات وأهميتها للمواطن بشكل عام والإقتصاد بشكل خاص الحقيقة القيادة السياسية برئاسة سيادة أفخابة الرئيس السيسي عملت دفع كبيرة جدا للصروة السماكية خلال الخمس سنوات اللي فاتت وتبنت مشروعات إحنا مش بنقول عليها مشروعات كبيرة ولكن بنقول عليها مشروعات عملاقة هذه المشروعات عملاقة عملاقة في الحجم وعملاقة في الأهداف كمان بتاعتها نقدر نقول إن إحنا عندنا دلوقتي صناعة اسمها صناعة الاستزراع المائي المصري كان الأول كانت بيبقى العملية شكل زي يعني ما وصلناش للصناعة لكن دلوقتي عندنا ركاية الصناعة وبالفعل عندنا صناعة وأصبحت الشركات اللي هي بتورد مستلزمات المزارع بتقصد مصر لأن مصر أصبحت سوء للمنتجات بتاعتها سواء كانت منتجات للإنتاج أو مستلزمات إنشاء المزارع قبل ده الحقيقة بس عايز أقف نقطة أنا قلت إن إحنا لنا تجربة مصرية بيسموها تجربة المصرية في الاستزراع السمكي الحقيقة هذه التجربة كانت مفتاح اللي بنت عليها الدولة بعد كده المشروعات العملاقة هذه التجربة قام بيها الرجال مصر المخلصين سواء في القطاع الخاصة أو في القطاع العام وأخذوا على عاتقهم إن هم ينقلوا هذه النشاط إلى إنتاج مميز وعالي ويحتل ما كان في العالم زيبا بعد كده جاءت الدولة الحقيقة بنت على هذا وعملت هذه المشروعات في مجال آخر يعني هم كانوا شغالين في المزارع الأسمكي منها العزبة إنما الحقيقة الدولة تبند قطاع كنا نعتبر من القطاعات الصعبة اللي هو الاستزراع الأسماك البحرية اللي هي الدينيس والأروس والجنباري والوقار وسمك موسى الأسماك دي لها قيمة اقتصادية عالية ولها قيمة تسوقية عالية وكان القطاع الخاص أو كان يعني بيحجم عن أن يدخل في هذه هذه المشروعات الدولة في الأولى الأخيرة كسرت هذا وفتحت هذا المجال على مصرعي في مجموعة من المشاريع اللي احنا بنحتز بوجودها في جمهورية مصر العربية أهمها أولى هذه المشاريع حولانك بترتيب الإنشاء مزرعة المزرعة السماكية أو شركة اللي صارتها السماكي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس دي في قناة في المجرى الملاحي بتاع قناة السويس بيبقى فيه من جهة الشارع حاجة اسمها حود الترصيب حود الترصيب ده عمقه 3 كيلو علشان عملية التطهير بتاع المجرى الملاحي وما إلى ذلك اقتطعت هيئة قناة السويس حوالي 500 متر من هذا القطاع من هذا الحوض بطول حوالي 120 كيلو فأصبح عندنا مساحة حوالي 7000 فدان دي عملية مزارع سماكية وشغالة بتنتج على أعلى مستوى لسه ببلغين دلوقتي عندهم بزرعين جنبري وزرعين دنيس وقروس وعسماك العائلة البورية بأنواحها سهلية وبوري وطبار دي هاية قناة السويس مشروع الآخر اللي هو بتاع غليون بركة غليون وغليون الحياة دي مدينة سماكية من المشروعات المهمة جدا جدا من المشروعات المهمة جدا 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 المشروع الحقيقة البنية الأساسية بتاعته قيمة جدا وضخمة وتستوعب أهداف كتير لتحقيقها ليه لأنه لو نبص المكونات هذا المشروع لأنه فيه مزارع لإنتاج الجنبري مزارع هي غيرت شكل الحياة تماما في هذه المنطقة أيضا طبعا هي قلبتة من منطقة يعني عشوائية إلى تنمية وده أحد الأهداف بتاعت للستزراع السمكي إنه هو بيض في نوع من العمران ده حقيقة آه فبعد ما كانت مكان للهجرة غير شرعية أصبحت مكان للإنتاج وللعلم وتطلع منه تكنولوجيا حاليا بشكل جيد لما نشوف مكونات هذا المشروع نلاقي أنه فيه مجموعة من الأحواض للستزراع الجنبري ومجموعة للستزراع الدنيس والأروس والبوء والبولتي وفيه عندنا مفرغ بحري ضخم جدا قطاق الإنتاجة بتاعته مليار آه وحدة زريعة بدل ما نجيب الزريعة من البحر لا دلوقتي موجودة في المفرخات آه عندنا مصنع للإنتاج الأعلاف بطاقة 120 طن آه عندنا مصنع كمان لتصنيع وتجهيز المنتجات السماكية بحيث أنها تطلع الجهزة على التسويق والحفظ ده المشروع قيمة على حوالي 2700 فنان اللي هو بركة غليون الجديد بقى دلوقتي أن بجانب غليون حوالي 12 ألف فنان بسدرس الشركة حاليا عرض هذه المساحات على القطاع الاستثماري على المستثمرين بحيث أن يبقى فيه مشاركة من القطاع الخاص فيه الإنتاج السماكي يبقى عندنا القطاع الحكومي والقطاع السماكي يعملاني في خندق واحدة المشروع التالت اللي احنا ممكن نتكلم فيه مشروع الفيروز مشروع الفيروز بقى يعني من المشروعات اللي احنا نقف عندها ونشوف كيفية التخطيط الاستراتيجي لتحويل ما هو معدم إلى حاجة كبيرة حوالي 25 ألف فنان الطبيعة بتاعتهم طبيعة رخوة طربة بتاعتهم من الطربة رخوة فيها كتل كثيرة من الملح لا تحتمل إقامة أي منشآت صناعية أو مباني خرصانية أو خلافه وكان مخطط لها أنها تتعامل منطقة صناعية ومدينة مليونية الحقيقة الرئيس السيسي لما عرضنا عليه هذه الدراسات اللي تمت ومنقول أن هذه المنطقة لا تصلح والميزة النسبية الوحيدة لها أنها تبقى مزارع سماكية حيتخذ القرار وحولها إلى مزارع سماكية عزب الله بتحمل اسم الفيروس الفيروس طبعا 15 ألف دان مزارع سماكية شغالة بقالها حوالي سلاتين أو تلاتة فيها بتنتج جزء منها بينتج بيستدرع في جنباري وجزء بيستدرع في بوري وجزء بيستدرع في بولتي هذه المزارع بتضخ هذا الانتاج للسوق المحلي ومخطط أن يخذوك منه جزء إلى السوق العالمي يعني كل هذه المشروعات هي ليست فقط مشروعات خاصة بتنمية الثروة السماكية ولكن كان يتبعها أيضا العديد من المشروعات الصناعية الأخرى التي أقيمت على هذه الثروة المتاحة لدينا سواء كانت صناعات خاصة بالأعلاف أو غيره وأعادت المنطقة إلى وجهة أخرى مختلفة تماما أعتقد أن ده يعني في نطاق التنمية بيعد طفرة كبيرة جدا في هذا النطاق خليني أتكلم كمان على أن هذا الموضوع تطرق أيضا إلى طرق الصيد إلى الاهتمام بالصياد والحقوق الخاصة به إلى أي مدى قامت الثروة السماكية في مصر بتغيير شكل الحياة في هذا النطاق طيب بس أنا عايز أكمل بقية المشروعات معلش على أجاليين عندنا مشروع آخر وهارج على السؤال بتاع حضرت عندنا مشروع ورده من المشروعات الفريدة والمميزة ده بيتم في مرسل متروع في حتة أسماك جرجوب ده الاستزراء أسماك التونة وده تكنولوجي جديد خالص داخل عندنا في منطقة المصرية ومنطقة الوطن العرب ده حاجة جديدة خالص بالتسمار حوالي 150 مليون كده وشغالين فيه حاليا وعندنا أيضا تكنولوجي جديد دخل برضه الأول مرة في مصر اسمه الأفاص البحرية العملاقة الأفاص البحرية دي اللي احنا بنستغل البحار ان احنا نحولها إلى مزارع سماكية عن طريق أفاص إما عيم أو غاطس هذا الأفاص بيبقى بعمق حوالي 9 متر من ربي فيه الأسماك وده لو بصينا حضرتك نلاقي دول اللي هي إيطاليا واليونان وفرنسا وتركيا وملطة وقبرص بتنفذ هذا أو بتطبع هذا التقنيك وهذه الصناعة بشكل كبير صحيح أما جنوب المتوسط اللي هو الدول العربية واللي احنا منها ما فكانش فيها أفاص بحرية خالص النهار ده بقى عندنا أول 100 أفاص بحري موجودين في جمهورية مصر العربية في شرق بورسعيد بيبعدوا بموقع بتاعهم حوالي 14 كيلو من الشاطئ بيتم تجهزهم حاليا بغرف للإعاشة ومخازن للأعلاف وده أعلى إنتاجية ممكن نحصل عليه يعني الأسماك بتبقى بكسافة عالية والإدارة بتاعتها بتبقى متحكم فيها بشكل كبير بالإضافة إلى أن الأنواع الأسماك اللي هي بتم صدرها أسماك من الأنواع الفاخرة اللي هي بتبقى لها سوق برة كبير أرجع بقى لشؤال هو داخل في السؤال يعني ممكن أنا سألت السؤال ده لأنه مرتبط إلى حد كبير برضو بالطرق الجديدة في عملية الصيد الصيد بقى حضرتك ده الجناح التاني بتاع السروس ممكن أن نحن جاء عندنا حاجتين إما أن نحن نجيب الأسماك نستطع من الطبيعة أو أن نحن نزرح هنا قطاع الصيدة مثلا على مستوى العالم هو قطاع بيعاني بعض المشاكل على مستوى العالم مش عمله في مصر وأصبح إنتاج المصايد عالميا من سنة التسعين الإنتاج بتاع حسابة ما بيزيتش وده لأسباب كثيرة يعني أما القطاع الأكثر من هو قطاع المزارع السمجة وده بيزيت بشكل كبير زي ما حضرتك زي ما وضحت في مصر الحقيقة عندنا دلوقتي حاجة اسمها الأسطول المصري الأسطول البحر المصري أسطول البحر المصري كان عندنا زمان حاجة اسمها علي البحار شركة علي البحار كان حوالي أربع ملاكة وست ملاكب وتم تصفيتهم في 81 سنة 81 لعدم جدواهم النهاردة تم إعادة بناء الأسطول المصري أنها كان من الحاجات السيئة أن مصر بوضعها ده وبراجه وبراجه غير مصنفة أنها عندها أسطول النهاردة تبنى أسطوله عندنا دلوقتي 12 ملك من صيد عملاق في شرق بورسعيد ودخلنا بقى هذا الأسطول خلنا ندخل بقى إلى منطقة صيد جديدة ما كنا نجم نستغلها القانون المصري بتاعنا الأديم اللي تم إلغاءه السنة اللي فاتت كان بيقصر الصيد على حاجة اسمها المياه الإقليمية المياه الإقليمية دي 12 ميل بحري من الشاطئ وما تقدرش تعدى على هذا كده في حين بقى أن القانون الدولي عطينا الحق أننا نستغل حتى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي هي حوالي 200 ميل في عمق 200 ميل يعني فيش نسبة شوف حددك بقى اللي احنا كنا بنهدره بنهدره قد إيه هذا الأسطول اللي تم تكوينه مخصص للصيد في المياه الاقتصادية فده أرض جديدة ما فيش تنافس مع الصيادين على رزقهم لأن احنا أرضكو زي مانتو احنا بناخذ أرض جديدة الحاجة الثانية أن مش بس كده الأسطول مش شغال في المنطقة الاقتصادية فقط لأ ده كمان شغال للصيد في دول الجوار وبالفعل تم تفعيل التفاقية تعاون مشترك مع دولة موريتانيا ويستغلص المراكب بتاعتنا بتاستغلط في موريتانيا على محيط الأطلسي يعني خراجنا برا حدودنا برا الحدود بتاعتنا واستخدنا كمان واستثمرنا في موريتانيا وده الحقيقة من الموضوعات الهمة اللي أنا بركز عليها واللي أنا بحب أتكلم فيها جدا ليه؟ لأن بنقول فيه حاجة اسمها القوة البحرية قوة الدولة البحرية قوة الدولة البحرية مش القوات البحرية بس ده القوات البحرية أحد العناصر بتاعتها ليه؟ لأن المياه البحرية دي صروة كبيرة جدا هي نفسها في حد ذاتها المياه نفسها في حد ذاتها صروة منطلع منها المياه العزبة اللي ممكن نستخدمها في الزراعة صحيح منطلع منها المعادن صروة المعدنية ومنطلع منها الصروات الحية اللي هي الجنباري والدينيس والأسماك والقشريات وخلافه وبالتالي بالإضافة إلى أسطول النقل طبعا فهي المياه البحرية دي كلها فوائد وكلها مكاسم وسياحيا كمان من استطوارها سياحيا وسياحيا ده كلام مضبوط لذلك نقول قوة الدولة بتشمل بقى جماعة دي كلهم القوة البحرية الأمن بتشمل الاقتصاد بقى الممثل في الصروة السمكية في المعادن في الطاقة في كل المسائل النقل البحري وما إلى ذلك وبعدين القصة التانية بقى بنقول اللي احنا بنبصل منها إن احنا لما نستطع حتى 200 ميل بحرية ده احنا بنعمل كده إيه؟ ده احنا بنفرض السيطرة المصرية على حدود 200 ميل بحري ده يفيد بإيه فن بقى؟ ده يفيد إن احنا من حق الدولة الشاطئية اللي هي زي مصر إنها تستغل قاع البحر حتى 200 ميل قاع عمود المية الفراغ اللي فوق المية وبالتالي هنا بقى طلع لما بدأنا نطبق هذا الكلام لدينا بعض أحواض بعض أبار البترول زي بيه الكاشف على الحقول البترولي زي البير بتاع زخر في بعض الأبار أخرى ده معناه إنك إنت لما تصطاد أو تفرض سيطرتك بالسفن بتاعتك على المساحة المصرية أو المياه المصرية بتاعتك ده يديك الحق في الاستغلال ما هو مش باين الصيد باين بالنسبة لك لكن فيها حاجات مش باينة زي الغاز الطبيعي زي البترول وما إلى ذلك عشان كده احنا بنقول إن ده قوة الدولة البحرية هي ثروة ثروات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبان بيها بشكل كبير ومطلوب استثمارها استثمار بما فيه قيمة مضافة للإقتصاد المصري والحقيقة يحسن بالحقيقة للقيادة السياسية إنها أخذت هذا الأمر بشكل كبير ونفذته على أرض الواقع بشكل نتمنى إن شاء الله إن هو يعني ينمو ويتطور ويزبط فعاليته بأكثر وأكثر زي ما حريك تفضلته يا دكتور أصبح لدينا التجربة المصرية في هذا النطاق أصبح لدينا الكوادر البشرية المؤهلة بشكل كبير جدا يعني لما بقول إن أنا عندي كلية لثروة السمكية إذن هي يعني منوت لها دراسة وأبحاث علمية يعني خاصة بكافة النواحي لثروة السمكية يريد برضو أعرف التدريب والتأهيل للكوادر واستثمار الكوادر دي في تصدرها للخارج أيضا ونقل هذه المعرفة إلى الأسواق الأخرى ومن أما طبعا أسواق أفريقية أو أسواق عربية دي الحقيقة من الحاجات المهمة اللي إحنا لازم برضو نتوقف عندها في سنة 2010 في 2009 صدر قرار جمهوري بإنشاء أو كلية لثروة السمكية كانت في السلس وتجرفت وكنت أنا العميد المؤسس أول عميد لها وأسسنا هذه الكلية وتلاها كلية في كفر الشيخ وتلاها كلية في أسواق وبعدين كلية في العريش بالإضافة إلى كلية موجودة في الأكاديمية العربية للنقل البحر ليتصروا السمكين إذن عندنا خمس كلية التوسع في إعداد الكوادر المدربة والمؤهلة تكنولوجيا وعلميا لإنتاج الأسماك سواء كان عن طريق الصيد أو عن طريق الاستزراع دي نقطة في غاية الأهمية لأن النهاردة الإنتاج ده مجموعة من العلوم مش عملية فهلوة لا ده عملية لها تأهيل وتدريب ويوم إلى ذلك النهاردة الطلبة بتوعنا بيدرسه كل ما هو يتعلق بالأسماك من سنة أولى هو بيدرس أسماك يدرس كل حاجة إزاي علوم الأسماك والبيولوجيا البتاعات الحاجات اللي هي العلوم الأساسية وبعدين طرق الإنتاج سواء صيد أو استزراع وإزاي يحافظ على الإنتاج بتاعه وإزاي ينتج حاجة آمنة المنتج الآمن ده اللي احنا بقى بيتكلم عليه حضرتك حضرتك قلت من شوية التصدير من سوق حضرنا الحقيقة إن احنا من كام سنة كده الأسماك بتاعاتنا ما تتصدرش يعني الإنتاج عندنا زاد بشكل كبير جدا وأصبح ما فيه السوق يتحمل ده فعايزين نفتح نفتح أسواق جديدة نفتح أسواق جديدة نفتح تصدير كانت الأسواق مقفولة بالنسبة النهاردة موجود خرجين وموجود تأهيل عالي بيحافظ الخرجين دول على ما يسمى جوزة المنتج عن طريق إن هو بيتاخذ بعض الإجراءات داخل المزرعة بنسميها الأمان الحيوي اللي هي مطلوبة في الدول اللي هي ممكن تستورد مننا وأغلقوا كان زيها زي السعودية مثلاً كان السعودية أخذت مننا بولت من كم سنة وبعض الأسماك بتاعة بعض الدول زي من الاتحاد الأوروبي ليه لأن كان الأول بنقول الأسماك المصرية عندها مشكلة جودة المنتج زي ما بنقول كان جودة المنتج جاية من حاجة تشريعية ما عليش اسمحيه اللي برده وضح هذه كندها من الأول القانون برده اللي تم إلغائه كان بيقول إن المزرعة السعودية تأخذ ما تاخدش مية النيل تأخذ مية الصرف مية الصرف لما نقول مية الصرف ونسكت مية الصرف قد يكون صرف صناعي قد يكون صرف زراعي قد يكون صرف صحي كندما تصرف تخوف إنما تم إلغاء هذا القانون وصدر قانون جديد إننا نستخدم مية نظيفة المية النظيفة اللي عندنا تطلع عندنا نستذرع عليها أسماك أسماك صالحة من حيث الجودة تفي بالحدود المسموح بيها في الدول بمعايير الجودة المتطبقة معايير الجودة العالمية وبالتالي هنا أصبح الأسماك المصرية لها سوء ممكن نصدر به كنت في أحد الحلقات بيقولي هنوصل إمتى للإكتفاء الزاتي إحنا وصلنا للإكتفاء الزاتي بالفعل إحنا يعني الإنتاج اللي إحنا وصلنا له اللي إحنا عنده ده يعني يعتبر شبه شبه إكتفاء الزاتي ولكن النهاردة أنا مش مشتغل عشان للإكتفاء الزاتي هو ده اللي إحنا يعني عايزين برضو نوضح أهميته بشكل كبير إحنا يعني بنسير بالتوازي توفير احتياجاتنا للسوق المحلي إلى جانب الاهتمام الأكبر بقطاع التصدير لأنه هو ده اللي ليه دور وليه قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد فهل نقدر نقول إن إحنا وصلين لأرقام معينة بتتزايد بنسب معينة مع زيادة كمان المشروعات للإستزراع السمكي النهاردة فالنوطة اللي احنا تكلمنا فيها دي دي وغضة جزء كبير من البوليسي ميكر والتنفيذيين متاخذي القرار متاخذي القرار بنعمل دلوقتي حصر المزارع المؤهلة للتصدير تمام أو أنا محبش حتى إن أنا أقول مؤهلة للتصدير المؤهلة لإنتاج أسماك بصفاء جودة عالمية تمام سواء بقى بعثنا للتصدير أو عملنا في شؤون أو الأسوأ المؤهلة للتصدير المؤهلة للتصدير من حق ويأكل أسماك ليه الأولوية طبعا يأكل بجودة عالية يعني مش 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 هنصدر الحلو والوحش إحنا هنأكل لا لا ما عندناش وحش كله لازم يكون مطابق لمعايير جودة عالية وهو ده الحقيقة اللي احنا يعني بننشده في المرحلة القادمة أن تكون المزارة بتاعتنا كلها إن شاء الله بتحقق المعايير ده تحقق المعايير ده معادلة بسيطة جدا هي المزارة ده فيها ده مدخلات وعشان تدين المخرجات المخرجات أنا عيسة كويسة يبقى لازم المدخلات تبقى كويسة إيه المدخلات عندنا في المزارة السمكية مية وعلاف وسمك وعمالة الأربع حاجات دول لو أنا رعيت رعيت إنهم يكونوا في بجودة عالية يعني المية ما فيهاش تلوث ما فيهاش فطريات ما فيهاش الأعلاف بتبقى أعلاف مخصصة للمزارع السمكية بتفق بالإحتياجات بتاعتها حيبقى المنتج في الآخر الجوة يعني جود إن بوت جود إن بوت يعني أعتقد أن ده بيتطلب أن أنا يكون عندي قاعدة بيانات متكملة عن هذه المزارع بشكل كبير عن كيفية المدخلات الموجودة بيها عمليات التشغيل والمخرجات الفاصة بيها للقيام بعملية الفرز اللي حدرتك تقول عني مش قاعدة بيانات بس قاعدة بيانات ورقابة يعني الرقابة دي لازم تكون موجودة يعني دي أساسية في حياتنا إن إحنا يكون عندنا رقابة على المنتجات معايير جودة عالية لابد من إنها تكون مطبقة وإشراطات خاصة بالتصدير دي أساسية أعتقد ده اللي بيقوم بيه دلوقتي جهاز حماية وتنمية التصدير والسماكية لأنه وإحنا بنقول لهم بنقول يعني ودي فرصة إن إحنا نتكلم من هذا المزرع سريعا لأن الأسف وقتنا خلاص المزرع التي لا تحق لا مش اللي هي مفهاء لا ما حققتش لا جدوى منها ما حققتش شريط الجادة نقفلها تمام يستكمل المسيرة واللي لم يحقق المستهدف نبدأ إن إحنا نشوف إعادة تقييم للأداء الخاص به علشان يقدر إن هو يواكب كمان المسيرة المجتمعية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أشرف يوسف الدكر العميد المؤسس كوليت الترر السماكية بجامعتي السويس والعريش نورتاني شكرا جزيلا وإن شاء الله يكون عندنا دايما كوادر مؤهلة بشكل كبير جدا للقيام بدورها في التنمية المستدامة للدولة المصرية بشكل كل اللي تابعونا بكرة يتجدد اللقاء مع حضراتكم وموضوع جديد لأقصاد والناس